اشتركوا معالي السيد احمد بن ابراهيم الملر رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في الاجتماع العاشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه مملكة البحرين يوم غد ومن المقرر يتضمن جدول اعمال الاجتماع على عديد من الملفات التي تصب في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك من جهة واخرى تتعلق بملف مواجهة الارهاب وبموقف الدول الخليجية الرافض لقانون جاستا والذي اقره الكونغرس الامريكي مؤخرا يأتي هذا الاجتماع بناء على قرار من اصحاب السمو والجلال الرؤساء دول مجلس التعاون بمشاركة السلطة التشريعية في القرار السياسي واعتقد بان هذا الاجتماع سيكون حافلا بالمواضيع ذات الاهتمام المشترك من اهم هذه المواضيع طبعا راح نبحث التعاون المشترك ما بين مجالس دول مجلس التعاون المجالس التشريعية والتعاون في المجالات ذات الاختصاص الموضوع الثاني هو المواضيع المطروحة على الساحة مثل الموضوع الجاستا اللي صدر فيه قانون امريكي ولا نعتقد هذا في انتهاك الى المواثيق والمعاهدات الدولية وتدخل في شؤون الدول الداخلية كما ان هناك ايضا بعض المواضيع التي نعتقد ان هي ضروري ان تطرح بهذا الاجتماع مثل موضوع الارهاب وغيرها من المواضيع التي تقض مضاجع العالم وليس فقط المنطقة الموضوع جاستا القانون الذي صدر في امريكا تأثيره على المنطقة وعلى سائر الدول العالم تأثير كبير ليس في نتائجه الجزئية التي تقع على الافراد او على الدول وانما في المبدأ المبدأ ان دولة تتدخل في سيادة دولة اخرى وتحاكم افراد او دول وهي في بلدها هذا يعني يحدث خلل في العالم بشكل عام ومسيرة الدول كلها منذ يعني بدأ التنظيم ومنذ بدأت الحياة المدنية ترفض هذا التوجه فمن اجتماعاتنا في اجتماعاتنا هذه سنبحث هذا الجانب ونبحث التعامل التعامل مع هذا الموضوع بعقل متقد وبسلوب نظامي وقانوني وبعمل مؤسسي وارجو ان شاء الله لهذا اللقاء في تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وجلالة الملك وبقية قادتنا في مجلس التعاون ان نحظى بالتوفيق بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لنا جميعا وان نرضي ابناء منطقتنا الذين نحن نتشرف بان نعمل لمصلحتهم ترجمة نانسي قنقر